مرحبا بماي جاست بيطلع عليكم بحلقة جديدة لليوم واليوم ضيفتنا مية وديعة نحكي أكتر عن موضوع كتير حساس يمكن كتار من الأشخاص بيعانوا منه بس ما عندهم جرأة يطلعوا يحكوا عنه مشانيك اليوم ضيفتنا جريئة كتير ورح تحكي عن التهابات الأمعاء المزمنة أو الريكتوكوليت أو الكرون كمانا يلي هنه سيسترز هل احنا حكي عنهم أكتر قديش هالموضوع ممكن يسبب لنا أحراج قديش هالشي ممكن يغير بحياتنا خاصة إذا طولنا تنكتشف نوع هالالتهابات أهلا وسهلا فيكي مية حايرانا كيفنا ماشا الحاج مية كين ضيفت بيتي تايم وزرانة عبر انستغرام كين لايف كتير حلو واخد كتير أصداء مشانيك حبيت أنه تطلع معنا ونحكي عن هالتجربة يلي يمكن كتار من الأشخاص بعانوا منا بس ما بيحكوا فيها على صوت عادي بيا من وين جبت الجراء اللي تلعت تحكي عن هالشي صراحة إذا ما تعرفت على عالم مورك تاكوليت وكران وكتير بيستحوا يحكوا عنا هلا أيول تالي كنا منستحى من هالشي بس أنه أنا قلت أنه إذا أنا رح أحكي أنا مأكد أنه رح ساعد ورح كون رسالة ركزها حدا سو قلت أنا لأ وصار فيه جروب كتير كبير وصرته كوميتي وصارت الأشخاص بتتابع بعضها مزهوط وبتأمنوا أدوية لبعضكم وبتساعدوا بعضكم على قد ما بتقدروا صح هلأ صار فيه جديدة اسمها إيباتل ديزيز وكذلك أنا كتير بدي راكز أنه هلأ بعد 19 ما بدي يصير فيه مثل كمباين كتير كبيرة عن الريكتوكوليت والكران شو هو الريكتوكوليت للناس اللي ما بتعرف أوكي الريكتوكوليت هو بيجي التهاب بالمصران سو بيبلش أنه معقول يجي ببرسنتاج يعني معقول يجي 10 سنتيمتر 5 سنتيمتر معقول يكتر يصير مثلا فوق 50 سنتيمتر سو هو بيجي التهاب يعني مثل تأروحيت بالمصران سو شي كتير كتير بوجه بس أنه يعني أنت وقتك كيف بدك تتفاعل مع هيدا المرض سو هلأ الحقول أكتر يعني كيف تعرفه مثلا أنت عندك مثلا الريكتوكوليت بتبلش أول شي بيوجع معده خفيف بس بتصير تحسي حالك أنه في شي منه نورمال يعني سوري على التعبير بس أنه بتفوت سوبر عطولات يعني بتفوت أكتر من 20 إلى 25 مرة بنهار عطولات وبتحسي حالك أنه نو باور وعظامك عم جعوكة والباور طبعا كلها عم تختفي وهاكي وبتبلش الالتهابات الزيد وبتفوته بتريتمنت شو أول تريتماع بتعمليه هلا أنا بتبلش أول شي عادة كحبوب إذا كان الالتهاب كثير خفيف بعدين بتصير إذا صار الالتهاب مد بالمثران سو أنت ساعتها بديك تروح لعندك أبسيون يا إنجاكشن بالدم يعني بتروح المستشوى بتعملي قبار يا عملية سو حسب إلتي بنز تجربتك ما كانت هينة بالريكتوكوليت وتوّلت تعرفته أنه عندك ركتوكوليت يعني كنت تخافي من النظور صح؟ مزبوط خبرينا شوية عن هالتجربة أنا بلشت بالعمر خمسة عشر سنة وتشئز أنا قلت أنه كان واجع شوية خفيف عادي مثل يعني حيالة أهل بيخدوك مثلا عند الحكيم بيقلوا لك بيبلشوا بفقصات الدم بيبلشوا بفقصات السكان وبيبلشوا قبل ما أعمل نظور كنا أساس أنه عادي ما في شيء بس بيبين أنه بالسي أر بي يعني نسبة الالتهاب بالجسم أنه هي أكتر من 5 وهذا بيقدّ الدكتور يقللك أنه لأ لازم هلأ نتدبع النظور سو قلت أنا أنه أكي رح نروح النظور وأنا كنت كثير صغيرة ومني عارفة شو يعني المزبوطة ودلوا عادي مي بارنس دلوا عا حكيم وهذا أنا عملت نظور بلا بلا مستشفى وبلا بنج وبلا وكنت أنا بكلينيك شو بدي إليك أنا كنت مفكرة أنه الوجع عادي وهذا الوجع كنت سوبر مخيف وهذا هذا واحد من الأسبوع لأنني صار عندي فوبيل النظور وطولت من بعد أول نظور وما بيّن أول نظور ولا مبلغ؟ هلا بيّن أو ما بيّن صراحة ما عندي فكرة لأنه أنا ما عندي حتى لا نتايج عن النظور ولا عندي صور ولا عندي سورة ولا عندي سورة من تاني تشوفي شو قصة شو المشكل بس صرت بخاف صرت كل من فترة لفترة أعمل فوصة دم ومن فترة لفترة أعمل شوت بس قلّك عن شوت يعني أكيد فوتات التويلات وفي الشيء نحنا لعالم ما بتشوفه نحنا ما بتشوفه ويحنا بتشوفه دم يعني بتصير أنت سوبر وقلت لك لا باور أتقال ويصير وججك أصفار وتصير تعباني ومن بعدها بعد قدلت رجعت عملت تاني نظور؟ عملت نظور بعد تقريباً عم نحكيش عشر سنين وإنت كان عندك ريكتوكوليت ومنك عارفة مني عارفة أبعرف أنه عنده شيء عم بوجع بالجسم بس مني عارفة شو عالمظبوط هو بس كيف قدرت ضيانتي عشر سنين يعني أهلك مثلاً ما قالوا لك أنه لأ لازم لوح نشوف السبب التاني ما حسيت أنه أنا لازم كون عم بعرف شو بني يعني عشر سنين واجع يومياً لازكارتيون مرنة هيني؟ مرنة هيني لأنه تكون أنت مثلاً بجامعة وموجوعة وش عارف شو بكي؟ ومرنة عارفة شو بني وقعدة مثلاً مع رفقاتك وعم بتقولي أنه ضروري هلأ بضفت عطوالات واني بقولولك أنه معقولي أنه هالأدوج عم عادة عم بوجعك وانه لأ فأنت كنت سوبر عملت شوت بيرجع يأخذ كورتزون بيرجع روح بيرجع شوت بيرجع يأخذ كورتزون سوالت أنا معالي بسكش بس عرفت أنه ريكتوكوليت كيف كانت تفاعلك مع النظر؟ صراحة بس بدي أشدد عشاغلي أنه أنا كن عندي فوبي من عش سنين عن ريكتوكوليت بس عرفت عشخص ويتش إز... هي بوشت مي تودوات ويتش إز... أكيد كانت سوبر منيحة لإليه ويتش إز... كانت سايند عن جل من عند الله أنه كيف بيبعث لك العالم أنه كرملت تتعملي... ريكتوكوليت... ريكتوكوليت... ويتش إز... عملته للنظور ويتش إز... أكيد... أنا شكرا للشخص دي هو ساعدني بهذا الشغل بهالبوش وعملت النظور وطلع إلتهاب 35 سنتيمتر أف... أنه... أف... مش أف... ما كنت عايفة أنا 35 سنتيمتر أوكي وعساس بيقولولك أنه... عساس وقتها كان قلولي أنه ضروري تعملي... أبار وأنا كنت سوبر خائفة وصورت إسأل حكيم من حكيم لحكيم تأخر شيء أنه... تبعت مع حكيمة وأكيد بوجه للخير وتنكو سو... لدرجة أنه كنت هي... هرؤوني واش... أنه صح... ووصل لمحل أنه أنا صح... ويوجه للطحية... بس بلشنا عادة بال... بالحبوب... بس ما كان يتفعلوا الحبوب أبداً عليّ... بوالا نتيجة... من حبوب لاحقاً لكل شيء جربنا... ما كان يمش الحال... تأخر شيء... بـ 2019 أفريل... خلاص إنا لازم نبلش القبر... قالت الدكتور لازم ببلش... وبلشت القبر... اليوم يمكن كثير من الأشخاص... كونوا عم تساءلوا... ليش عم نحكي عن هيدا الموضوع... كثير من الأشخاص... يلي عيشين بيناتنا... بمجتمعنا... بعيالنا... قراب منا... ما منعرف أنه عندهم هالحالات... وهالحالات كثير حرجية... كثير بتوجع... وكثير في عندها... سايد ايفكت... لأنه... كثير من الأشخاص... ما بيتقبلوا هالستيل دفي... يلي... أوقات واحد... ما بوشي فجأة... بيعمل شوت... فجأة بينوجع... بطنه ما بيعد يحمله... ما بيكون فيه... لا اخد ساعة... ولا مضرور... ولا مدرشوه... بيكون عنده سبب تاني... اللي عم نقوله اليوم... من هالحلقة... انه... ولا مرة نأجل... تنعرف شو السبب... يلي عم بيخلينا نحس... بوجع بطن... أو راس... أو ظهر... أو ايد... لأنه... عطول الأوجاع في الاسباب... وتنعرف السببب الحقيقي... ما لازم ننطر عشر سنين... مثل ما نطبت مية... لازم... دغني نروح على الجوهر... ونعرف شو الأسباب... ورا هالمشاكل... الصحية... اللي عنايها... تنقدر على قد ما فينا... عبكير... نعالج... نتعالج... ونعالج نفسنا... على أنه... ننطر كلها سنين... ونخسر عن جد طاقة... وإنرجية... وإيام حلوة يمكن... من وراه... أو من وراه... أنه واحد يطنش... أو يعتبر أنه خلص... ما عرفنا شو الأسباب هلا... ما علي... ماشي الحال... أو رح يمشي الحال... ميا... مين وقف حدك بهالفترة... لأنه هلا... خلينا نقول للناس... أنه ضبط تريتمان تبعيك... صرت... عنديك إذوي بتخذيهم... وعنديك تريتمان معين... تمشي عليه... وماشي الحال... يعني... بطل لهالأوجاع... وإذا فيه أوجاع... أكيد فيه... خبري... مين وقف حدك بهالفترة... وقديك... صعبة... هلا... تنقول أنه صعبة... لأنه أنت بتكون... عم تحلم بشي بالحياة... عم تحلم أنه تطلع بالحياة... تب بيجيك مرة فجأة... أوت أفنوار... يقعدك بالبيت... يقعدك بالبيت... وبيخليك تقدري قيمة الحياة... عنجاد... لأن الحياة سوبر صعبة... وعنجاد... بزارة ثانية... الواحد فيه يخسر حياته... وما يكون بوشي... يوعى... ما يوعى... أشكر أهلي كثيرا... كثيرا... أول شي... يعني... قوة إيدهية... ساعدتنيها أول شي... وأهلي... ورفقات... وأجانر فيه... اللي نصحنا... أنه عامل نظور... و... و... كل الدكتور من 2018... يعني... نهار اللي أنا عملت نظور... إلى اليوم... أنا أشكر كل الدكتور... واحد واحد... اللي ساعدني... لأنه عنجاد... من كل الميلات... يمكن حتى... لدرجة أنه يعطوني... كونسلتيشن... وضع بالمرة... الحكيمة... يكون عم بيعتيك... كونسلتيشن فور فري... بدأتشكر كل الحكمة... واللي نصحني... أعمل نظور... وأهلي... و... أجانر أجاني... شو علمتك... الريكتوكوليت... وهلأ... بنا نخبر الناس... شو الفرق... بين الريكتوكوليت... أوكي... الريكتوكوليت... أول شي... أنا كنت بستحق كثير... أنه معي الريكتوكوليت... بس هلأ أنا بقول... أنه نشكر الله عن جد... أنه معي الريكتوكوليت... لأنه من ورعا... البشعة كثير... اللي أنا قطعت فيها... تعلمت أول شي... نقدر قيمة الحياة... نعرف أنه... بحيالة ثانية... ما بتعرف شو ما أقول... يعني... تكون كثير سوبر منيحة... فجأة... انتقشت بالقرض... وتشكس كل شي بالحياة... كل شي لازم نقدره... شو ما كان... إن شاء الله... الكثير سخيفة... لنحن نحسسها... عن جد... صح... نعم... الفرق بين الريكتوكوليت والكران... ما هو؟ أنا... كأنا ريكتوكوليت... أنا عندي مثلا... التهاب بس باقرية واحدة... من المصران... مم... ما هو جيد... كالترخير الله... لكن الكران... من التم... لحديث سريع التعبير... لحديث المبولة... لذلك... شي كثير... يعني... بتكون الحالات أصعب؟ بتكون الحالات الأصعب عادة... من الريكتوكوليت... لكن... ساعتها كثير صعب تهديها... مم... مم... في حدا... كان عنده... مشاكل... ما... ما تعالجت بالأدوية... أو بالقبار؟ نعم... في كثير بعرفة... ما خلاص... ما كان يمشي... للقبار... ولا الحبوب... سوضغر للتجأول العمانية... في ناس... يعني... بتطر... يمكن تشير قسم من المصران... تحتى... 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 يعني... شي كثير صعب... بس... انه... في كثير اشي... مخفية بها الحياة... وبيومياتنا... ممنعرفة... إلا إذا حدا خبر عنا... أو... شاركنا بتجربته... مشيناك اليوم... انت عم تشاركينا بتجربتك... ورح نحكي... انه من بعد... الريكتوكوليت... انت التجأت للموسيقى... اليوم... انت بيانيست... كتير معروفة... وكل الأشخاص... بنتروكي... شو تعز فيه... وبالحلقة اللي جاية... رح تكون بس موسيقى... نحنا وياكي... بس اليوم... حبينا نخصص أكتر... الوقت لها الموضوع... خبرنا عن بيانو... وقدي... لعب دور مهم بهالفترة... وقدي الموسيقى رياحتك... اوكي... انا قبل... ما أقدر... شو المهم بالحياة... انا كنت قلتجة... عطول انه فيش خلق... بالعالم... مشيز انا اجان... بعتزره هيدا الشي... بس بعدين... انا انه... ليش بدي فيش خلق بالعالم... شو خصن هنه... وانه ما بيعرفوا شو... يعني... في ناس مثلا عادة... بتكون قاعدة معهم... ما بيعرفوا شو عن الريكتوريك... شو خصن... انا كنت صراحة... فيش خلق بالكل... اخر شي... توصلت للموسيقى... يعني... شو بدألك معصبة... زعدانة... مبسوطة... عم بضحك... عم بنط... يعني... كنت قلتجة عطول البيانو... وهلا بتعسف كثير حلو... يس... بس انا بقوله... انه ورا كل اشطان... جاتش في طلقة... رح تفدي من البنان... ولا بقي هون... هلا... اذا اجتني شانس صراحة... لبرا ما رح اقول لا... لانه الحرام... نحنا عملنا هيك... عم بضيع... انه... حدا بيكون عنده... بيكون... كواليفايد... بالحياة... يوصل لمحال... انه ما في شغل... سوء... يلا... ان شاء الله خير... شارنا اشخاص... عم بيقصوا حالهم... حتى نرجع... عم بيدعموا من هوني... خليكم عم تدعموا... لانه غير هيك ما في... لانه نحنا هون... ما عنا هالبطاءات الدعم... هني عندهم بس... اوكي... ميا... قبل ما نختم حلقتنا... لليوم... شو بيك تقولي... لكل الاشخاص... يعني عندهم... ريكتوكوليت... او كرون... ومستحيين... او ما بيواجهوا... اصحابهم... ما بيخبروا... اه... بدي لكم... اولا... في الانجي او... طبع... عبات الجزيز... اللي هل... عم توصل رسالة... لكل مريض... او كرون... وتساعدوا بهذا الموضوع... و بدي لكم... انه... صراحة... وقفوا... ستراس... 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 ستركبوا... انه ما يكون في شي... براسكم... ومشوا... وكاكل... انه ما في دراسات... انه بتقولكم... انه شو لازم تاكله... وشو ما لازم تاكله... بس... انا... موقفة مقالة... موقفة... 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 كل شيء بهارات... و... صراحة... انه انا بتروّق... اضام الجيش... هيدا الشيء... ستراس... بتعطيك... انيرجية كتير مخيفة... وعطول خده... صراحة... اتو الهلبس... اتو الهلبس... شكرا ميا... مرسي إليك... سهلا فيك... انبسطنا فيك كتير... بها التجربة... اللي انا قلتها... لكتار من الناس... يمكن لأول مرة... بيسمعو... بيها المرض... بس اهم شيء... نعرف انه... كل شيء... منكتشفوه... عبكير... منقدر... يعني... منقدر نعالجه... منقدر ندويه... والتجوا الى الدكتور... طبعا... والتجوا الى الدكتور... صح... اهم شيء... انا بدي اشكرك... وإليك... يعطيك... عافية... مرسي لكل يلي تابعونا اليوم... بكرا حلقة جديدة... مرسي لهاريس بلو... وكمان... ابدأ اشكر... باخرها الحلقة... يارى زكالية... بيدي سبيس... الى اللقاء...